خلونا نذهب إلى آخر خبر والحقيقة أننا يعني أنا شخصيا هذا الرجل كنت بحبه جدا لأنه شاعر عظيم مؤثر يعني شخص ادى حياته كلها لكتابة للأطفال شخص قرر أنه يمكن ما يكونش بيعني هو طبعا الأسرة كلها كانت مشهورة ولكن شوق حجاب ده كان شاعر الأطفال ده ده اللي اخترع بؤلس ده اللي اخترع يعني كوكي كاك وأرنوب وناس كتيرة جدا أو يعني كاركترز كتيرة جدا من اللي احنا بنحبها ومن الشخصيات اللي عيشنا معاها وأثرت فينا وغيرت وأثرت في طفولتنا كلنا رحل شوق حجاب بعد صراع مع المرض رحل وجواه أفكار كان عنده أفكار كتيرة جدا كان عنده أحلام في آخر حوار أجرناه يمكن من سنة ونص تقريبا كان بيتكلم على الأحلام كان بيتكلم على أفكاره وكان بيتكلم على نفسه يعمل إيه للأطفال شوق حجاب اللي ألف أغنيات الأطفال لكبار المطربين والحقيقة أنه ألف أيضا لميادة الحناوي والعفافرادي والإيمان التوخي والمحمد الحلو والبلبا ونيلي وصفاقه بالصعود والكينج محمد مونير عمله قده قده وهلاهيلا ويا شمس غيبي شوق حجاب اللي كان له ديوانين مسدسات شوق حجاب وهلا وحب وغرام وناس من زمن تاني شوق حجاب لم يعد بيننا وتفضل شخصيات وأعماله موجودة بنا